السلام عليكم مساء الخير مرحبوا مساء لإجماعات الخير أو شيء الله يعطيكم الفعافية شكرا لكم على الكلام الإيجابي والله بتعب وأنا أشكركم خلوا أنا مرة أشكركم مرة ما أشكركم أحس لو كل يوم بشكركم والله إني بتعب لأنني قاعد أشوف كلام إيجابي مرة وشيء ثاني الناس اللي يستخدمون مقاطعي في التيك توك لا تجي تستأذم مني نهائيا نزل أوبت خض راحتك موضوع قاعد يفيدك عادي يسويه وأنا سامح لك تستخدم كامل الحقوق حتى لو جبت مليون مليونين ثلاثة مليون مشاهدة لا تحسبني بيجأ طالبك بشيء وقل لك أنت جبت مشاهدات لا 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 برضو لا تمنشني والله العظيم أن يتكلم وصدق نيتي طيبة خذوا وسوروا لي تبي قبل ما نبدأ حبيبي عزيز المتابع مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك في القناة وقلنا شوي ونوصل مليون متابع قصة اليوم قصة الكل يحبها وكثير كان يطلبني وسامة نبغى قصص عن الهاكرز واليوم قصتنا يجمعت الخير رح تكون عن الهاكرز ويلا خلنا نبدأ قصة اليوم يجمعت الخير ترجع للشخص اسمه سلمان سلمان هذا يجمعت الخير عمره 23 سنة هو متخرج وماخذ الدبلوم وموره تمامه بليالله تخرج فاشتغل في شركة حق حراسات أمنية والشركة هذه مخصصة للحراسات الأمنية على المنشآت الحكومية سلمان هذا كان شغال داخل هذه الشركة بعيدا عن الشركة وعمله سلمان ماخذ ديون من البنك يعني هو مطالب شهريا يسدد مبلغ للبنك عشان يقفل الديون حقته ولو ما سددها رح ينسجن فكان سلمان يمشي وضعه الوظيفة هذه وياخذ مراتبه شي بسيط ويروح يسدد فيه ديونه والديونة هذه تراكمت عليه من فترة زواجه صار الموضوع صعب عليه شوي المهم كانت وضيفة سلمان داخل الشركة هذه يشيك على أجهزة الشركة ويشوف ايش ناقصها وينزل تعريفات الطوابع ويشوف الجهاز هذا ليه ما يشتغل والقطعة هذه ليه خربانة يعني كان قاعد يمشي وضعه داخل الشركة بالخبرات اللي عنده ولكن هذا المجال من الوظيفة ماهو أعلى مجال موجود في تخصص الحاسب الآلي يعني هذا يعتبر متوسط وممكن أقل من المتوسط شوي كانوا مشغلين في هذه الشغلات صلح للطابعة صلح للشي فلاني وش في الطابعة ما طبعت ليه الجهاز مشغال هذه كانت وظيفة والمميز في وظيفتها ان ما فيها تعب كثير لان الاجهزة مو كل يوم تخرب كانت طبيعة داوم سلمان عن طريق اليوزر كيف وسامة عن طريق اليوزر رأعلمكم صح في ناس داوم عن طريق البصمة سلمان لازم يسوي تسجيل دخول عشان النظام يدري ان سلمان جاء وداوم اليوزر هذا مسجل باسم مستخدم وكلمة مرور المهم يجمعات الخير كان يشغال واموره زينة وقاعد يمشي حاله وسلمان عنده أخوية موجودين معاه في التيم واحد اسمه محمد والثاني محمود والثالث سعد هذولي أخويا والمجموعة اللي داوم معهم بشكل يومي وطبيعة الدوام عندهم بنظام الشفتات قلمهم يا ربع سلمان في يوم من الأيام تأخر عن الدوام ولكن ما يبغى الدوام يخصم عليه من راتبة قرر ان يكلم محمود اتصل على محمود سلام عليكم محمود كيف حالك طيب محمود رد عليه وعليكم السلام حياك الله هلا والله سلمان وشفيك يلا أنا بتأخر 15 دقيقة بسبب في زحمة في الطريق وأبغاك بس تساعدني تكفى يا محمود أبغى منك الخدمة البسيطة هذه بعطيك اليوزر حقي والباس وورد وأبغاك تسجل دخول على الكمبيوتر حقي عشان الدوام يسجل أني أنا حاضر وبإذن الله تخطي الزحمة ذي وأنا عندك عد 15 دقيقة بالكثير وأنا واصل لك قال لمحمود خلاص عطني اسم المستخدم حقك وصار ينقى لسلمان قال اكتب سلمان بالانجليزي وعطاه الباس وورد حقه محمود سجل اليوزر حقه والباس وورد في ورقة وراح مباشرة على جهاز سلمان ومعها الورقة يروع على الجهاز حق سلمان وتيك تيك 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 ويحط اليوزر حقه وتيك تيك 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 والباس وورد وانتر وسجل دخول والنظام حسب السلمان جاء واتصل محمود على سلمان مرحبا سلمان خلاص يا حبيبنا أنا تراحضرتك واليوزر حقك تراح شغال فحاول تستعجل عشان محد يستخدم الجهاز حقك قال لا تمام بقي لي بس 6 دقائق 7 دقائق وانا عندك باذن الله صدق سلمان يجي يا جماعة الخير يوقف سيارته وينزل للشركة ويدخل اول ما دخل شاف الباس وورد واليوزر حقه داخل واموره زينة شكر محمود وقال الله يعطيك الف عافية وان شاء الله اني اردها لك طبعا في نظام في الشركات اليوزر هذا ما تعطيه اي شخص نهائيا اليوزر هذا تحتفظ فيه ولكن اذا كان عندك شخص تثق فيه من الممكن انك تعطيه لانك انت تثق فيه يعني الان فهمنا ان اليوزر والباس وورد شي مهم وانت بقى احد ياخذه لان اي شي راح يصير داخل حسابك انت المسؤول عنه وسلمان يثق في محمود ثقة عمياء لابعد درجة مرت الايام يا جماعة الخير وسلمان قاعد يطور نفسه ويطور شهاداته وقاعد يطور نفسه الدوام حقه لاحظوا ان سلمان محتم في تطوير نفسه وقاعد يشتغل بشكل كبير يدرس وبرضه يروح يشتغل في شغله ومؤدي عمله بكامل يعني حرفيا بكامل وجه جدك اليوم رسالة على البريد داخل الشركة هذي كلها خير انت كده جالس على الجهاز ويجيك تنبيه على الشاشة حقت ويطلع عداد عشرة تسعة ثمانية سبعة بعدها مكتوب مشرف القسم الجديد يعني فيه شخص راح يعينونا راح يكون هو المشرف عليهم كلهم ستة خمسة أربعة والعدة التنازلي قاعد ينزل ثلاثة اثنين واحد والله اللي يطلع في الشاشة اللي هو يا جمعة الخير سلمان ويصف قول لكل أخويا مبروك يا سلمان تستاهل والله انك تستاهل وفالك التوفيق وان شاء الله من نجاح لنجاح سلمان ما صدق حطينا مشرف وبرضه يعني السنة الجديدة راح يعطونا أبغريد في راتبة او راح يرفعون راتبة زيادة فستانس حرفيا وكأن الدنيا حرفيا انفتحت له شكرا أخويا والله يعطيكم ألف عافية وان شاء الله اني يكون عند حسن ظنكم وان شاء الله كلنا ننجز بشكل كبير طبعا اذا حطوك انت مشرف مكانك ما يكون على الجهاز حقك القديم يكون يا جمعة الخير مكان ثاني وبرضه عندك الصلاحيات أكبر وأكثر يعني يفتحوا لك الصلاحيات ويصيروا عندك كامل الصلاحيات واي واحد داخل الشركة يبغى يسوي شيء كبير لازم يرجع لك عشان انت توافق عليه من جهازك يعني انت حلقة ربط قوية داخل الشركة هذا كان سلمان كان شاغل للمنصب هذا طبعا سلمان ما نسى أخويا محمد ومحمود وسعد كان يعني يساعدهم في أشياء كثيرة كانوا يبغونها من ناحية إجازات من ناحية تطلعهم دورات من ناحية توديهم أي مكان في العالم يعني سلمان ما نسى أخويا داخل الدوام سلمان في يوم من الأيام رحل بيتهم طبعا في نظام في الشركة رابطين الكمبيوتر حقك على نفس الجوال يعني لو في شخص سجل دخول رح يطلع لك في جوالك إن في شخص سجل دخول على الكمبيوتر حقك في يوم من الأيام سلمانه في البيت وقاعد يتغدى أهو زوجته فجأة يجيه شعار تسجيل دخول على الحساب حقك ومن هنا يا جماعة الخير بدت قصة اليوم أول ما شاف تسجيل الدخول على طول اتصل على محمود قال لمحمود سلام عليكم في شخص على جهازي إيه أو لا قال لمحمود ثواني بس أشوف لكم كان المشرف وفكل كاميراه وقاعد يكلمه وقاعد يمشي كذا بالجوال يوريه لين وصل المكتبة قال مكتبك ما علي أحد ليه يا سلمان في شيء قال لا لا ولكن جاني يشعار على الجوال إن في شخص داخل على الجهاز حقي وقاعد يستخدمه قال لا ممكن معلق النظام قال ليه ممكن نمعلق هنا سلمان قال أوكي صدق ممكن نظام معلق وتحصل أخطاء هذه ممكن نظام معلق أو يشعار قديم وتو يجيه طبعا اتصاله على محمود مو عشان محمود كان معاه اليوزر والباسورد قبل لا 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 اتصاله على محمود إلا أنه كان يثق في محمود بس يبغى يتأكد محمود عشان يزيد الثقة بتحل الكاميرا وروح للمكتب حقه يوريه ان صدق ما في أحد على جهازك صدق جماعة خير ما كان في أحد على جهازك مرت الأيام ومرت الشهور بعد ما يقارب خمس شهور إلى ست شهور من استلام سلمان هذا المنصب إلا تيجي رسالة جماعة خير على إيميل سلمان أتمنى التوجه إلى رئيس الآي تي داخل الشركة طبعا هذا البيك بوس الكبير مرة قال ميت سلمان ادخل حياك الله أول سؤال سأله لسلمان سلمان معلش هل أنت محتاج فلوس؟ قال له سلمان لا والله الحمد لله أموري المادية زينة ليه؟ قال له بس سؤال يعني أنت محتاج فلوس ناقصك شيء قال لا والله مو ناقصني شيء قال طيب بما أنه مو ناقصك شيء أنا بقول لك شيء ولكن ما أبغى أصعد الموضوع هذا أكبر من كذا ولا أبغى الموضوع يكبر أكثر وأكثر ويتجه للجهات الحكومية ويروح للشرطة ويروح لحقين الاحتيال أنت قبل فترة مدخل معاملة على جهازك والمعاملة هذه كان فيها فايروس معين والفايروس هذا وضيفته يسرق المعلومات داخل الشركة قال له سلمان طيب وش دخل الفلوس بأنه يسرق معلومات داخل الشركة وبعدين كيف من جهازك وشلون صار هذا الموضوع كله أتمنى أنك تكون معي صريح نتوق جديد في المنصب هذا مفروض أنك تجد حيلك مفروض أنك تكون أمين مفروض أنك تكون شخص حرفياً ما يسوي الحركات دي سلمان يقول له يا ابن الحلال علمني وش سويت هنا قال حد الآن تسوي نفسك مجنون وإنك ما سويت ولا شيء سلمان يحلف ويقسم والله العظيم أني ما سويت ولا شيء قال له يعني معليش التحركات هذه الموجودة عندي داخل الجهاز اللي قاعد تبين أنك أنت يا سلمان قاعد تتدخل في الشركة وزارع فايروس عن طريق جهازك ونصدهم سلمان أنا أعلم كنتش تبغى تسوي هذا رئيس الاي تي قاعد يقول له قال إلا أنت الله يسلمك تبغى تزرع الفايروس هذا داخل الشركة وبعده تروح تكلم الشركة كأنك هكر أخلاقي وتطلب مننا فلوس عشان تقفل هذه الثغرة ولا تحسب الموضوع هذا بمر زي كذا يعني معليش شغلك رخيص مرة وباين أنه أنت لأنه من جهازك مفروض تستخدم طريقة حتيالية أفضل شوف يا سلمان أنا راح أسكت على الموضوع وراح أمشيها لك ولكن لو تنعاد مرة ثانية والله لا أفصلك فصل تأديبي وعلمك كيف تسوي الحركات هذه داخل الشركة وأنت مؤتمن على المكان اللي أنت فيه سلمان لا أخفيكم خاف وش الموضوع ذا الجديد وهو يعني ما لأدخل وحس إن الموضوع كذا فيه شوي فأبركة يقول سلمان أنا أصلا يوم قالوا للموضوع يقول أنا كنت أعتقد إنه اختبار لي عشان يعرفون هل أنا شخص كويس أو لا قلت ممكن هذا يعني حرفيا أقرب أقرب شيء للصح يعني مستعيل إنهم يظلموني بذالسرعة وإني أنا أسوي الشيء ذا رجع سلمان المكتبة وقعد في مكتبة وشرب شاهي وقعد يفكر تذكير هذا عميق مرة قال ممكن فيه شخص سجل دخول ذاك اليوم ولكن محمود وراني الجهاز بالكاميرا وكان ما فيه أحد على مكتبي يعني مستعيل إن فيه شخص يستخدم جهازي ويكون مختفي ما نشوفه في الموضوع غير منطقي سكت سلمان وقال أتوقع هذا الشيء اللي صار فيه خطأ في الموضوع الموضوع هذا مو راكب عليه طلع من الدوامه في السيارة حرفيا عقله مرة يقول له إيه ومرة يقول له لا مرة يقول له إيه ومرة يقول له لا راح لبيتها سلمان تابل زوجته وقال لها يما فلان والله يصار موضوع غريب وقعد يشرح لها تالت له هل أنت معطي اليوزر حقك والباسورد شخص تال أنا قد عطيتها محمود ولكن محمود ما توقع أن يسوي شيء هذا إيه وصح ترى ذاك اليوم جاني إشعار ما في حد سجل دخولي فقلت من محمود ورني المكتب حقي هل في شخص يستخدم جهازي إيه أو لا بيني وبينكم الموضوع محير لأبعد درجة بعدين الشركة هذه شركة أمنية مخصصة للدوائر الحكومية شركة هذه مسؤولة عن مناطق حكومية كبيرة المهم تجاهل الموضوع هذا سلمان ومشى الليلة يوم من الأيام سلمان وهو جاي للدوام وقف سيارته في الموقف وداخل اللي حصل ثلاث عساكر ووقفين عند الباب سلمان ايه نعم سلمان انت مطلوب وعندنا أمر قبض لحنا نقبض عليك شو سالفة وش تقبض علي قال الآن راح تعرف كل شيء ويقفلون عين سلمان لجمعة الخير ويأخذونها في الموتى ويمشون بهذه الطرق ولفلفون يمين يسار يقول سلمان مر ما يقارب ثلاث ساعات وأنا عيوني مقفلة وأنا داخل سيارة ولكن ما أدري ويني فيه لحد الآن يقول فجأة وقفت السيارة واسمع البابين تنفتح طرق 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 وينزلوني من السيارة ويمسكوني مع يدي لين دخلوني غرفة ويقفلون الباب أول ما قفلوا الباب قعدوني على الكرسي السلام عليكم سلمان كيف حالك طيب؟ الحمد لله بخير لأ لو فتحوا الغطى عن عيونه أول ما فتح الغطى عن عيونه اللي يحصل قدامه رتبة عسكرية كبيرة اسمع سلمان الموضوع إلى هنا وخلاص سلمان فيه معلومات صرقت مع عن طريق جهازك والمعلومات هذه حساسة مرة وما فيه إلا أنت المسؤول علمنا ويش صار ويش حصل آخر ممكن أربع شهور قاعد يشرع لهم سلمان قال أنا والله ما ليدخل ولكن قال لهم سالفة التنبيه اللي جاء على جواله وسالفة محمود وراه بالكاميرا ما فيه أحد على مكتبة قال لذار الرتبة العسكرية قال طيب ليه ما قلت لنا أو ما بلغت رئيس الآي تي عن الموضوع هذا أو أنك أنت يا سلمان قاعد تكذب علينا قال والله العظيم أن السالفة كذا 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 قال هذا الرتبة العسكرية سلمان تدري أنك أنت الآن في موقف حريب رئيس القسم هو الشخص الوحيد اللي ما عنده كاميرات تراقبة أو كاميرات داخل مكتبة قال لو أنك موظف عائدي كان أقدر الآن أشغل الكاميرات وأعرف هل أنت صادق أو كاذب ولكن ما فيه أي دليل يثبت أنك صادق أو كاذب أنه يا سلمان رح نمشي على أدلة اللي عندنا حاب أقول لك سراك رح تنفصل ورح تترك وظيفة التحقيق هذا اللي شفت الآن هو تحقيق بسيط سلمان أنا ندري أنك شخص كويس بسبب حسن السيرة والأشياء اللي أنت قاعد تسويها داخل دوامك ما رح نسجنك ولكن رح نفصل لك فصل تأديبي وأنت بتقول ميد أحد أن إحنا حققنا معاك أو مسكناك وفالك التوفيق قال يعني كيف أطلع الآن قال إيه أطلع ولكن ترك الأجهزتك مراقبة ورح نعرف وين تروح وين تيجي أنت مراقبة يقول سلمان طلعت كده مع الدرج وافتح الباب وأطلع يقول يوم طلعت صرت ناظري ميني سار المكان اللي مدخليني فيه كان يجمعت الخير جنب دوامي ويبعد ما يقارب ثلاثة كيلو ولكن ليه في السيارة ثلاثة أو أربع ساعات ويش صاير ويش حاصل مدري ولكن صارت هذه الطريقة عشان يموهون له عشان ما يعرف المكان اللي يودوه ولكن خروج سلمان من التحقيق هذا برضو يسبب مشكلة شوي ليه سووا هذا كله لي وليه يودوني وجابوني ويدخلوني غرفة التحقيق يعني بس يبغون يخوفوني مستحيل ويسوى سلمان رجع لبيتها وقال لزوجته يامو فلان أنا والله فصلوني فصل تعديبي سبب السالف اللي قلت لك قبل زوجته هدتها وقالت معليك إن شاء الله بتزيني الأمور وامورك إن شاء الله بتكون أفضل وأفضل بما أنك شخص عندك شهادة وأعمال أمورك زينة قال لها يا بنت الحلال الموضوعي مهنة الفصل التأديبي هذا كل شركة راح تشوفني الآن ما راح توظفني وما راح يهتمون فيني ولا راح يقدمون لي أي خدمة يعني لما يشوفوني كده بيقولون هذا شخص محتال بما أنه جاه فصل تعديبي وقالت لزوجته كل شي راح يزيني ولكن أنت لا تقعد على هذه الحال ولا تزع على نفسك تودقني كل شي راح يزيني زوجته قالت لها خلاص يا سلمان أنا بتوظف قالت لأ بما أني أنا عند شهادة جمعية راح توظف وكد على البيت إن ربي يفرجها وإن شاء الله أنها بتزين الأمور لا ضيق حالي ألمهم استمرت الأيام وسلمان قاعد يطور نفسه حب حب في يوم الأيام قال خلني أتصل على محمد وأسأل على الموضوع السلام عليكم محمد كيف حالك طيب يخي بأسألك عن موضوع قديم وضوع هذا مر عليه ما يقارب شهر ونصف وشهرين موضوع انجهازي أخترق وما أدري من اللي اخترقه قال والله أنا ما أدري يا سلمان ولكن الله يعوضك إن شاء الله وبتزين الأمور سأله سؤال قال إخي بأسألك من رئيس القسمة الحين الجديد اللي حل محلي قال له حطه سعد قال آها فعل التوفيق إن شاء الله هنا قطع الشك في اليقين المحمود ما لأدخل والمهم في يوم من الأيام جاء اتصال على جوال سلمان السلام عليكم عليكم السلام إحنا الشركة الفلانية الشركة هذه كانت منافسة الشركة اللي كان يشتغل فيها قبل اللي مسؤولة على الحراسات الأمنية قالت سلمان إنه سمعنا إنك طلعت وإنك إنك الآن تبحث عن وظيفة إذا أنت حاب تتوظف حبي نسوي معاك مقابلة قالوا مسلمان إي والله أني حاب توظف جابه سلمان وحرفيا قاعدين يختبرونا بعض الاختبارات ويسألونا بعض الأسئلة كان يجاوب على كل الأسئلة بريحية كانت عندها خبرة ضخمة بسبب العمل اللي كان يشتغل فيه سلمان يا جمعات الخير تراه أور نفسه بشكل كبير فقبلت فيه الشركة هذه وعطتها راتب دبل راتب القديم ش السالف وش صاير وليه يعطوني دبل هو من استغرب شوي ويقول الحمد لله الرب عوضني على شيء أفضل من اللي كنت فيه قبل حددوله يوم عشان ييجي سلمان يوقع العقد حقه هذا النظام في الشركات يطرحون عليك العرض بعد فترة يجهزون لك عقدك ويحددولك يوم تيجي توقع فيه وحددوله هذا اليوم وراح لهم سلمان لحظة توقيع لهذا العقد كان فيه قدامه ثلاث موظفين واحد من الثلاث موظفين هذولي سلمان يقول قد سمعت صوته وهو قاعد يتكلم يعني مر صوته على سلمان يوما ما ولكن وين ما أدري ويقول وانا قاعد أوقع العقد برضو قريت بعض الشروط المعقدة ومنها تكون السرية فوق التامة داخل العمل هذا قلما موافق سلمان ووقع هذا العقد وعطاهم إياه فأول ما وقع العقد وطلع من الشركة حددوله يوم يجي داون فيه قالوله خلاص يومك رح يبدأ من كذا إلى كذا وحددوله المكتب الخاص فيه المهم سلموا له جميع عوامر العمل قالوله خلاص دوامك بعد ستة أيام من الآن سلمان وهو طالع من عند توقيع العقد اللي يرن جواله الرقم هذا كان الرقم غريب سلام عليكم سلمان عليكم السلام حياك الله أول شيء مبروك عليك توقيع العقد وثاني شيء فالك التوفيق ولكن فيه شروط سرية لازم تعرفها يا سلمان الأعمال اللي تشتغل فيها داخل المنظمة رح تكون أعمال مختلفة ولكن أبغاك تجد حيلك قال لفالك التوفيق مع السلامة من أنت يا فلان من هذا اللي اتصل علي ما أدري وسلمان مستخرب من الأشياء اللي قاعد يقولها له من العمل حقه يحتاج له سرية تامة والعمل هذا برضو عمل مختلف شيء هذا يعني يجيب الشكة شوي سكت سلمان ومشى الحال ومرت الأيام لين خلصت الخمسة الأيام وبدأ دوام سلمان داخل الشركة الجديدة هذه ورايح أول يوم دوام دخل على مكتبة وتجهز جهازة طلبات غريبة ما هي طلبات شركات كبيرة طلبات هذه قاعدة تبين أنك أنت رح تشتغل لصالح شخص وتخلص له بعض المهام أول شيء كانوا يطلبون مننا أن يبرمج مواقع ويجهد صفحات على الإنترنت كان سلمان كويس في هذا الشيء وكان يخلص هذه المهام بشكل سريع المهمة الثانية كان أنه يربط شبكات حول العالم يربطها ببعض فرضو يخلص هذه المهام بشكل سريع واستمرت هذه التحديات لمدة أربع وخمس شهور في يوم من الأيام جاء المدير الخاص بالشركة طلب سلمان من مكتبة وجاه السلام عليكم سلمان كيف حالك طيب عليكم السلام حياك الله سلمان أنا راح نوقع معاك عقد جديد العقد هذا في ميزة حلوة وشينة ولكن على شغلك أنا أتوقع أنه راح يفيدك بشكل كبير قال سلمان وش العقد يعني راح تقدمه لي وبيعجبني يعني قال العقد بدال ما يكون راتبك مثلا عالي راح ننزل من راتبك 30% ولكن نعطيك تارغت على الأعمال اللي تسويها أو نعطيك بالأخص جوائز على الأشياء اللي أنت تسويها والمهم اللي تخلصها قال ممكن إذا خلصت مهمة واحدة كم راح تعطوني جائزة قال على كل مهمة تخلصها ممكن يجيك 40% أو 50% من راتب في مهمة واحدة أن تقدر تقفل النقص اللي عليك طبعا العرض هذا ما يتفوت ولكن سلمان من الناس اللي يستشير أهله قبل ما يسوي أي شيء أول شي راح لبيتها تكلم زوجته هاي أم فلان وش رايك وش رايك بالعقد الجديد قالت له شورك وهداية الله برضو راح يتصل على أخيه ويسألهم لين حرفيا وقع سلمان هذا العقد اللي راح ينقل حياة سلمان من حياة طبيعية إلى حياة غنية ولكن الحياة الغنية ممكن لها سعادة بدأ سلمان وباشر العمل حقه جيتها أول مهمة يسويها في حياته مع العقد الجديد هذا وقبل ما أقول لكم المهمة هذه خلني أذكركم في نقطة واحدة أنا قلت لكم قبل أن الشركة هذه متخصصة في الأشياء الأمنية طبعا إذا قلت لك أشياء أمنية مو معناها حراسات أمنية عيدية لا يعني أنها متخصصة في الأشياء الأمنية الخاصة بالحاسب الآلي داخل الشركات وداخل المجمعات الحكومية كانت أول مهمة له يا جماعة الخير أنه يسافر من المكان اللي هو فيه إلى منطقة تبعد عنها ما يقارب 1500 كيلو وفيه شركة هناك والشركة هذه قاعدة تسبب خطر كبير على الشركات اللي موجودة في السوق قالوا لي سلمان نبغاك تروح هناك ونبغاك تسحب معلومات الموظفين الموجودين داخل الشركة قال لهم سلمان طبعا العمل هذا اللي راح أسويه عمل ممكن يوديني في 60 داهية ممكن يدخلني السجن لأنك راح تطلعني من الولاية اللي أنا فيها وتخليني أروحي ولاية ثانية قالوا لا أنتم موقع على عقل ولازم تلتزم في هذا العقل سلمان أدرك أن الزيادة اللي عطوه إياه كان فيها خطر على حياته طبعا ما يقدر يرفض قال لهم خلاص أوكي وحجزوا للطيارة وحجزوا للمكان اللي بيسكن فيه وحجزوا لكل شي وشرحوا له حتى الطريقة وروح أعلمكم الطريقة كيف قالوا له أن هذه الشركة فوقها فندق والفندق هذا يسكنون الرجال الأعمال فقط والشركة هذه الشبكة حقتها متصلة مع الفندق يعني إذا أنت سكنت في الفندق وقدرت توصل لكبينة الاتصال راح تقدر تزرع ثغرة داخل هذه الشركة وتسحب المعلومات حقتها هذه الخطة اللي راح تمشي عليها سلمان وعطوها الكروكي المخصص الموقع وتخطيط الفندق بالكامل عشان يعرف وين شبكات الاتصال داخل هذا الفندق سلمان أخذ أغراضه وطلع للطيارة وسافر للبلد الثاني هذا ونزل من الطيارة وحصل تاكسي يستقبله سلمان نعم سلمان ويركبه ويوديه لين الفندق رأي التاكسي وهو قاعد يمشي سلمه بطاقة الفندق وسلمه هوية خاصة فيه وطلع سلمان للفندق ودخل شقته وانتظر لين ييجي آخر الليل حرفيا جت الساعة 12 في الليل وبدأ عمل سلمان تيك 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 ويفتح ويشبك ويحط كل شي ويسحب كل المعلومات ويطلع من الفندق لا من شاف ولا من دري ويطلع ويركب الله يسلمكم التاكسي ولكن هو داخل المطار ويبغي يروح للطيارة ووقف العسكري المخصص في التفتيش داخل المطار وهذا الشيء أربك سلمان بشكل مرة كبيرة تفضل شسالفة عندنا لك تفتيش طبعا في كل ولاية يكون فيه تفتيش عشوائي وسلمان ما يدري الآن هذا هل هو تفتيش عشوائي أو فيه شخص بلغ عليه يدخلونا غرفة التفتيش طلع جهازه ويفتشون يفتشون ما حصلوا شي نهائيا وش السالفة وش حاصل وش صاير رح تعرف كل شي الآن قالوا حطوه في التوقيف لين يجي الضابط المخصص القسم سلمان هنا قال بس أنا انكشف وراحت كل حياتي والعقد الجديد هذا الله لا يكتب فيه خير وانتظر في التوقيف لين جاء ضابط الشرطة سلام عليكم أهلا سلمان كيف حالك طيب وش جابك هنا قال أنا جاي عندي هنا شغلة خلصها ورجع قال ما عليك سلمان انه عندنا نظام ونظام هذا مفروض بشكل كبير على كل الدول ما تقدر تتحرك من دولة إلى دولة خلال 24 ساعة والشي هذا يحط عندك تنبيه انك ناوي تروح وترجع بيزيد الشكة عليك ولكن بعد ما فتشناك وحصلنا ما معك شي بالتوفيق لك واسفينا على تأخيرك كان باقي على الرحلة ما يقارب ساعة وركب طيارته سلمان ويرجع للديرة حقته روح للشركة أنا خلصت المهمة ويسلمهم الفلاشة اللي فيها المعلومات يعطونا صدق 50% من راتبة الشي هذا اعجب سلمان وبرضو خلاه يخافه بشكل كبير سلمان هو طالع من الدوام ذاك اليوم قاعد يفكر قال يا اخي الشركة هذي ليه وضعها كذا وش السالفة وش موضوحة بالضب وضغ يعرف من الشخص اللي يكلمني ذاك اليوم اللي كنت مشبه على صوته هذاك منه قاعد يهوجس 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 لين وصل بيته هو يحاول يتذكر ذاك الشخص اللي قد سمع صوته حياة سلمان قاعدة تطور حبة حبة نام وصحى وراح لليوم الثاني للدوام قرر انه يبحث عن الشركة هذي بشكل كبير ويعرف وش اللي حاصل وش اللي صاير وليه الشركة هذي قاعدة تمشي بالاسلوب هذا ولكن قبل خمس شهور كانت تمشي بوضع سليم وهو قاعدة على الجهاز يعني خلني ابحث داخل ذي الشركة واشوف وش المعلومات اللي تحب تجمعها وش تنتميلة حرفيا قاعد يبحث يبحث حصل هذي الشركة مجمعة اكبر قدر معلومات من الشركات المنافسة لها فقرر انه يبحث عن شركته القديمة ويشوف هل لهم معلومات عندهم او لا ويقعد يبحث تيك 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 وفجأة تطلع لها الشركة حقه القديمة ويبحث عن اسماء الموظفين وبين اسماء الموظفين هذولي كان موجود اسم سلمان اول ما حصل اسمه سلمان يقول بديت اخاف بشكل كبير وقلت من الشخص اللي يسرب هذه المعلومات لهذه الشركة يقول سلمان سكت وقفلت الكمبيوتر وانتظرت انتهي الدوام اول ما اخلص الدوام وارجع للبيت وافتح الكمبيوتر حقي واصير ابحث عن الشركة هذي بشكل مكثب صرت ابحث عنها وش الشركة هذي وش مغزاها وكيف وصلت معلومات شركتنا عندهم ومن المسؤول عنها ومن المؤسس لها يقول بحثت بحثت حرفيا عن المؤسس لهذه الشركة وطلع لي ان مؤسس هذه الشركة صارت بنت هي المؤسسة والقائمة على الشركة هذي كلها سلمان يقول انا ما قد قابلت هذه البند ولا اعرف من ايه بدأ يتخوف سلمان وصار يبحث عن وظايف في اماكن مختلفة لانه يبغى يطلع من هذه الشركة بعد ما ينتهي العقد حقه يقول رحت للدوام في اليوم الثاني وصرت تساءل هل الناس اللي موجدين هنا داخل الشركة كلهم يشتغلون نفس شغلي ولا بس انا وهل اهم يستلمون نفس الرواتب اللي انا استلمها صار سلمان هم الكبير يبحث عن النقاط هذه صار يتمشى في اسياب الشركة ويحاول يكون علاقات مع الناس اللي داخل الشركة يقول حصلت الناس حذرين بشكل كبير الا اثنين ثلاث اشخاص حربيا كانوا يسولفون وعايد ويأخذون ويعطوهم معاي وفقررت اني اتعرف عليهم اللي هم شخصين رائد وماجد يقول سلمان الشخصين هذولي اعمارهم توصل في السبع وثلاثين الى الاربعين ولكن من الواضح انهم متقاربين في الاعمار وانهم اخوية من فترة قديمة مرة يتعطوني ارقامكم خلي سجلها عندي ودي اعزمكم يوم الايام على قهوة نروح كافي ونغير جو ونتعرف على بعض اكثر واكثر يلا ماجد خلاص ما عندك مشكلة حدد اي وقت انت بغاه ابد ارسلي على طول وانا راح اجي لاتشي الهم ورايد راح اجيبها معاي ياللي انتوا رايد ساكنين جن بعض ياللي ايه شققنا كلها قريبة لن بعض ولكن تلااتشي الهم راح امره وجه ينس المان اصلا هو قاعد يجمع معلومات ويعرف وش وضعهم هذولي وبرضو هما يهثق فيهم ولكن لانا صديقهم في الدوام صار بينهم روحات وجيات وحددوا اليوم اللي يطلعون فيه للكافي اتصل عليهم سلمان السلام عليكم اهلا ماجد كيف حالك طيب وش رايك تمر رايد وتيجي للكافي لجنب الشركة يبعد عن الشركة ما يقارب ثمان دقائق قال لما اجد تم ما عندك مشكلة باتصل على رايد وباخذه وبجي قال خلاص اوكيه تمام انا في انتظاركم يقول سلمان والله شغلت سيارتي واقعد اتمشى لين يجون وعلى طريقي برضو مريت لم الشركة ولكن لفتني شي غريب مرة ان الشركة هذي فيه ناس يدومون اخر الليل يقول وهذه المعلومة جديدة بالنسبة لي ان شركتنا فيها ناس يدومون مسائي وكيف لاحظ الشي هذا سلمان يقول شركتنا عبارة عن برج كبير يوصل الى 70 دور يقول ان الدور 68 او 69 شغال بالكامل يقول استغربت حرفيا ان فيه ناس شغالة في الشركة لحد الان يقول قلت رح اسأل ماجد ورايد اذا قابلتم في الكافي وراح للكافي ولبق وانتظارهم لين يجون وصلوا للكافي ماجد ورايد ونزلوا كلهم يدقهون قالوا والله سلمان كيف حالك طيب والله الحمد لله اخبارك يا رايد اخبارك يا ماجد والله الحمد لله بخير وش يمسوين كيف العمل معكم طبعا سلمان همه بس الوحيد همه الوحيد من الجلسة هذه يعرف كم رواتبهم وش يشتغلون داخل الشركة وش وظائفهم الاساسية وكم لهم في الشركة ومن هي المديرة اللي موجودة في الشركة اللي بحث عنها يوم كان في البيت يقول حولت في البداية ابين لهم تضجري من العمل واقول لهم ان الراتب ما يكفي يقول اول ما قلت الراتب ما يكفي على طول وافقوني الراي ايه والله الراتب ما يكفي والراتب قليل يقول سلمان انا اصلا كنت اكذب عليهم راتبي مرة يكفيني وزيادة قالوا ان الراتب ما يكفي ولا فيه زيادات ولا فيه مكافأات ولا في انتدابات هنا سلمان ايقن انه شخص مختلف ولكن مشكك شوي فالان يبغى يعرف طبيعة عملهم صار يتكلم انه يشتغل فترات طويلة داخل العمل هذا برضو صاروا يشاركونا الراي يقولون ايه احنا نفسك والله كرف والله يعين بس قال لهم يا اخي انتو اش تشتغلون اش طبيعة عملكم داخل الشركة قال لماجد انا متخصص في المحاسبة فانا اشوف الصادر والوارد داخل الشركة هذه شغلتي داخل الشركة ورايد قال له انا المساعد الخاص بماجد يعني انا سكرتير حقه بالضبط سأله قال له انتو اش تشتغل طيب يا سلمان قال لهم انا شغال في المعلومات والارشيف تجيني معلومات اسجلها داخل الارشيف عشان اخزنها للشركة قال الله يعينو ان شاء الله انك تحصل وضيفة افضل واحسن من المكان اللي انت فيه طبعا سلمان ما قال لهم وضيفتها الاصلية ولا قال لهم انه موقع عقد جديد ولا قال لهم انه مسؤول عن امن الاتصال داخل الشركة يبغى يعرف الان قال يا اخي البرج هذا من زمان موجود هنا قال ايه من زمان الشركة ذي معروفة شاري البرج هذا كامل قال صادق قال وينك الان لها ما يقارب 40 سنة قال البرج بهذا الارتفاع مستأجرتها بشكل كامل لها 40 سنة قال له ماجد الشركة هذه تشتغل في اشياء كثيرة عشان كذا هي مستأجر البرج فيه عبارة عن شركة جواها مئات من الشركات ولكن مسمها واحد وصاحب هذه الشركة واحد سألهم سلمان قال ماجد بسألك سؤال كم لك شغال في هذه الشركة قال انا ليه ما يقارب 18 او 19 سنة قال او ما شاء الله يعني من زمان انت موجود قال ليه من زمان قال طيب بسألك انا سمعت مدير الشركة هذه بنت قال البنت قال والله ما ادري من الممكن ان يكون بنت ولكن ما قد سألت عن مدير الشركة منهم انا هم علي مديري ورئيسي لي فوقي يقولوا قعدنا نتقاه ونسولف ونحلي في نفس القعدة سألتهم السؤال الاخير اللي كان محيرني على الطريق قلت لهم يا اخي البرج هذا في دور ال69 او ال68 شغال نورة شغال بالكامل الدور كامل شغال وحصل في سيارات تدخل وتطلع من الشركة هل في ناس يدومون ليل قال لا ما اجد اي انا سمعت عن هذا الكلام في ناس يدومون الليل ولكن والله ما ادري منهم ولكن صح عليك تراؤهم في الدور ال70 ومو اتسعة وستين ويدومون من بعد الساعة الثمانية فبيعة تشغلهم والله ما ادري يا سلمان يقول لكن سمعت الناس اللي دومون هذولي في الليل رواتبهم مرة عالية مرة 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 عالية دومهم يوصل خمس ساعات او ست ساعات قال الكلام هذا ما لي قال لك اياه قال الكلام لي قيل لي اياه الشخص المسؤول عن التغذية والوجبات داخل البرج هذا قال لان هذا هو اقدم شخص موجود في الشركة من الممكن يكون اول شخص موجود في الشركة قال اذا انت تبغى تعرف من الموجودين في الدور ال70 ما لك الا هذا الشخص تسأله قال وش اسم هذا الشخص قال اسمه علي قال لا ماجد انت ليه يا سلماني عن تسأل اسئلة هذي كلها قال لا بس عندي حب استكشاف انت خليليني ما خويت ولا شخص داخل الشركة ولا احد معطيني وجه وانتو اول اثنين تعرفت عليهم قالوا لا نفس الكلام لي قال اسلمان قال ترى احنا نفسك ما قلت تعرفنا ولا على شخص داخل الشركة دي الا الشخص المسؤول عن التغذية داخل البرج والشخص اللي تعرفنا عليه لانه بحيان يجيبنا الغدا ويجيبنا شاهي ويجيبنا قهوة صرنا نعزم مرة ومرة هو يعزمنا وعلى هذه الرحالة قال زين زين خلص جلس تفذيك الليلة معهم جاء الوقت لي يمشي فيه ويمشي كذا صدق ويناظر في الشركة كان الوقت الساعة 11 الليل يلاحظ ان السيارات قاعدة تطلع من الشركة يعني دوامهم من 8 الى 11 كانوا يدومون بس ثلاث ساعات يقولون انهم يستلمون مبالغة عالية منهم هذولي هل اهم يشتغلون نفس الشغلة حقتي هل اهم هكر ومخترقين هل اهم علماء ما ادري من اهم سكت سلمان ورجع البيت والفضول حرفيا قاتله يبي يعرف من هو هذولي جاء اليوم الثاني في الدوام وقلوا بمهمة بسيطة قاعد يخلص المهمة هذه وكانت بسيطة مرة يقول سلمان المهمة هذه ما تاخذ معي ولا ثلاث دقائي ولكن لاحظ انهم كافؤوني عليها وهي مهمة سهلة بعد المهمة هذه صرت ابحث عن هذا اللي اسمه علي علي هذا مين وين وما قد جاب لي شاهي ولا قد جاب لي قهوة ولا قد غداني من ذا الشخص صار يسأل عنا داخل الشركة علي موجود هنا علي موجود هنا علي موجود هنا علي وينة منه هذا علي قالوا لان علي مسئول عن الجناح باء حصل هنا ليه بغيت منه شيء قال لا ابغالي شاهي وبغالي قهوة أبغالي روك وانا اشتغل يعني وقالوا رح الجناح باء بتحصل هنا وراح الجناح باء وسأل عن علي وحصل اهلا علي كيف حالك طيب كاعد يسلم عليه هلا والله كيف حالك طيب ان شاء الله الحمد لله علي انا ابغى شاهي وابغى قهوة مادري ايش هلا علي ابشر ولكن انت وين قال لأنا في الجهة هذيك الثانية قال لخلاص أنا شوي بجيكرح المكتب شوي راح المكتبة وجاب لشاهي وقاهوا وحلا وكل شيء وقاعد يسولف معاه سلمان الحد الآن يبغى يعرف منه مدير الشركة والناس اللي دومون في الدورة السبعين منهم وش وضعهم وليش الشركة هذه قاعدة تجمع أسماء ومعلومات الموظفين في الشركات المنافسة ووضوع هذا عرضيا ما أخذ عقل سلمان المم علي قاعد يسولف معاه سأله سلمان على طول ما ليش علي بسأل اخي فيه ناس يدومون الساعة الثمانة الليل منقوهم قال لي علي هذولي ناس عندهم دوام مسائي ليه مش فيك تسأل قال لي يا اخي ودي انا خلي دوامي مسائي مثلهم قال لي انت بيكون دوامك مسائي قال ليrows قال لأيه قال انت وش شهادتك وش اللي عندك وش هذولي ترى لهم تخصص تاني قال حطني أوراقك ان شاء الله وانا أوديها للمدير قال انت تعرف مدير قالانا عارف مدير قال المدير ومدير قالها مو المدير المدير صاحب الشركة المدير المسؤول عن الأقسام اللي هنا آثني يوصل للمدير المدير اللي انت بغاه لان اللي فوق في الدور السبعين يدومون عند المدير الرئيس الخاص بالشركة قال لله يعطي كالف عافية وعطاها وراقه وعطاك كل شيء صدق سلمها للمدير أو الرئيس والرئيس هذا سلمها للرئيس يقول سلمان وأنا طالع من الشركة اللي يجيني الاتصال على جوالي ولي الشخص اللي كلمني نفس صوت هذاك اللي كلمني في لحظة توقيع العقد وانا اقول هذا الصوت مألوف من هذا؟ من الشخص هذا؟ منه؟ منه؟ من الشخص هذا؟ من ذا؟ المهم سلمان انا اسمعت انك تبغى تدوم في الليل ترا دوم الليل في مهام صعبة مرة وخاف المهام هذه تتعبك ان اختفرناك في كذا مهمة في الايام اللي فاتح لا اخفي كنت شخص كفو وكفو انك تكون معنا تدوم في الليل يالا سلمان يعني انت تدوم في الليل يالا انا اللي ماسك القسم الليلي كله وإذا أنت تبغى تجي عندنا لازم نعطيك مهام أكثر وأكثر في عملك الآن وإذا انجحت فيها بإذن الله راح أرقيك فوق ورواتب الناس اللي داومون في الدور السبعين دبل راتبك أنت بثلاث مرات إذا كان دبل الراتب ثلاث مرات معناها أن حياتك راح تكون في خطر ثلاث مرات تقفل الخط في وجه سلمان سلمان قاعد يفكر في الموضوع هل أخاطر؟ وروح أشوف وخلي الشغف هذا اللي داخلي يطفى أو أني أصلي عنه بي وأقصر الشر وقعد في محلي قلبها في راسة يميني سار قال لازم أشد حيلي في عملي وروح للدور السبعين وأشتغل معهم سنة سنتين أضمن حياتي وأضمن لي راتب قوي وأشتري لي بيت وأشتري لي سيارة ولزوجتي سيارة ولازم برضو أغير بيتنا هذا لأن بيجيني ولد في الطريق لازم أشد على حيلي صار يشتغل ويعطونا مهام يشتغل خلال 4-5 شهور سلمان تطور وصار ينجز إنجازات ضخمة داخل الشركة بعد مرور 5 شهور اللي يجيه علي صاحب الشاهي مرحبا هلا سلمان كيف حالك طيب قذ هذا الظرف اللي يفتح الظرف اللي يحصل فيه عقب للشركة اللي موجودة في الطابق رقم 70 قالت شسالفة أخيرا ويقرأ للراتب صدق دبل ما يقارب ثلاث مرات ونص والدوام ثلاث ساعات ولكن الشروط اللي موجودة شروط تراهن على حياته لو غلط غلط ممكن يكون غلطة عمره طبعا مستحيل على حماسة هذا أنه يكنسل أو يرفض العرض الضخم هذا اللي جاء قال لهم سلمان أنا حاب أوقع العقد قال لهم أبغاكم تحددون وقت معي عشان نوقع هذا العقد طبعا هدف سلمان من هذا الشيء أنه يتعرف على أعضاء حقين المنظمة اللي موجودين في الدور السبعين وحددوا للوقت وحددوا للتاريخ وصار توقيع العقد بعد عشر أيام من اليوم وانتظر سلمان هذا اليوم اللي يوقع فيه عقد الجديد وجاء اليوم الموعود اليوم اللي راح يوقع فيه سلمان هذا العقد قام من النوم استعد ولبس ملابسه وتعطر وتكشخ ونزل سيارته وشغل سيارته واتجه على طول إلى البرج المخصص للعمل ويوصل تحت عند البواب حق القراج سلمان نعم سلمان يدخله وياخذه في الأسنصير حقه يدخله صنصير لتيك تيك 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 رقم سري ويضغط على الزر الدور السبعين يقول سلمان هو قاعد يرقى الأسنصير طبعا كله قزاز وأقدر أشوف اللي بره وأقدر أشوف اللي جوه يعني يقدر يشوف اللي جوه البرج والي بره البرج يقول لاحظت وهو يرقى الأسنصير حبه حبه وكذو دقوت 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 قاعد يرقى صرت أشوف الأدوار اللي تمر لم يطافيه ما فيها لمبات لين وصلت للدور السبعين والجو برضو كان في النهار يقول يوم وصلت الدور السبعين مرحبا هلا سلمان كيف الحال والله الحمد لله انت اللي حاب تتوظف مسائف الدور السبعين اي نعم توقيع العقد من هنا حياك الله وياخذ أحد الموظفين يوديه للمكتب الخاص بتوقيع العقد يقول سلمان وأنا قاعد أبغى أوقع العقد فيه شخص قدامي قاعد يكلمني وقاعد يقراري العقد وقاعد يقول يركز على البنود اللي موجودة في العقد طبعا الشخص اللي قدام سلمان وسلمان وهو قاعد يقرى البنود الخاصة بالعقد اللي راح يوقعها قال لي يا سلمان ركزوا البنود زين هذه المرة الثانية اللي راح أقول لك إياها سلمان هو قاعد يقرأ العقد ويسمع الكلام ذا قال لحظات شوي في بعض الشروط شوي مخيفة ومنها انك راح تشتغل صالح شخصا ما ولا تسأل منه الشخص اللي انت تشتغل من أجله انت ممثل لهذا الكيان أو الشركة شرط هذا خلى شوي سلمان يخاف وش مقصدهم بهذا الكلام وش معنى اني انا اشتغل الشخص داخل الشركة بدون ما اعرف منه اهو الشرط الثاني لو تسربت اي معلومات من الشركة او من مجالك الوظيفي راح يتم محاسبتك قانونيا فجأة الشخص اللي قدام سلمان قاطع افكاره قال له سلمان توقيعك على هذا العقد تراه معنى انك تتحمل كامل المسئولية في حياتك في حياة اقرب الناس لك عقد في نفسه انه هو يوقع هذا العقد ووقع هذا العقد ومن هنا بدت رحلة سلمان رحلة اللي راح توديه من حياة عايدية الى حياة مختلفة بشكل كبير مرة لدرجة ان الحياة هذه مختلفة ما راح تعرف اي شي يصير في اليوم الثاني ممكن اليوم تصير حي بكرة تصير ميت ممكن اليوم تصير حر بكرة تصير مسجون وممكن اليوم تعيش بين افراد عائلتك وبكرة تعيش بدون اي عائلة ما عليش حاب اقولكم شي والله العظيم وانا قاعد اقرأ هذه القصة وسجلت كل شي حرفيا في الكراسة هذه مااني قادر اتخيل قوتها ترابطات كبيرة غريبة ما تكفيها حرفيا حلقة وحلقتين فعشان كذا انا قاعد اسجلها على ايام واذا وصلت لين هنا ولا ضغطت على زر اللايك وش قادر تنتظر ضغط لي على زر اللايك واشترك في القناة اشتركوا في القناة